السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة على القناة من فترة بسيطة شفنا AMD بتعلن عن شريحة جديدة باسم X570S واللي هو كان شيء مفاجئ لي في الأول بصراحة ولكن بعد كده ما بقتش متفاجئ لأن اللي حصل ده مش شيء جديد على AMD أكيد انت حسس دلوقتي أني بقول كلام مش منظم ومش مرتب وكله دخل في بعضه مش كده ما تقلقش كل حاجة هتوضح دلوقتي من خلال تجربتنا لشريحة AMD الجديدة أو ممكن نقول اللي مش جديدة قوي أو ممكن نقول اللي مش جديدة خالص وهنا احنا نستخدم بوردة X570S AeroG من جيجا باين واللي بتقدم براند جديد من لوحات الأم بالنسبة لجيجا باين واللي شعروا أنه موجه للكرياتورز أو المنتجين بس أنا لأي وجهة نظر مختلفة شوية سواء في الشريحة أو البراند الجديد ده فمستعدين يلا بينا بس قبل ما نبدأ خلوني يعرفكم على سبونسر حلقة النهاردة وهو موقع Lucky Egypt.com إلا كده أغلبكم خلاص بقى عارف أنه بيقدم أكبر نسبة كاشباك في مصر واللي بتوصل لغاية 20% على بعض المواقع ده غير إن الكاشباك بينزل في حسابك خلال 17 يوم بس بعد عملية الشراء وده أسرع من أي موقع تاني بيقدم كاشباك في مصر حاليا لما تعمل حساب على موقع Lucky وتعمل أول عملية شراء هيجي لك 50 جنيه دية وكمان لو عملت أي عملية خلال شهر 9 هتدخل سحب على iPhone 12 Pro Max فلولا تشتري أي حاجة من موقع أولاين زي سوق اللي بقى Amazon أو Jumia مستني إيه؟ إلحق الفرصة يالله طريقة استخدام الموقع سهلة جدا بدل ما هتدخل على الموقع اللي هتشتري منه على طول لا هتستخدم موقع Lucky الأول في أنك تروح على موقع الشراء وكمان موقع Lucky حاليا بيقدم خدمة أكواد الخصم اللي تقدر تستخدمها على موقع زي ينون أو ماكس وفلوسك تقدر تسحبها بطرق كتيرة أو تستخدمها على قبل كاشا Lucky اللي حاليا بقيت تقدر تستخدمه في أن يجي لك الكاشباك ومش يزم تدخل على الموقع نفسه لنك موقع لك ijib2.com هتلاقوه في الدسكريبشن تحت الفيديو خليني في البداية أختصر عليك وأوضح لك الكلمتين الغير مفهمين في بداية الفيديو في خدع تسويقية معروفة من قديم الأزل وهي إنك تجيب منتج قديم عندك وترجع تنزله هو هو بس باسم تاني على أساس إنه منتج جديد وبيني وبينك AMD شطرة ومعروفة بالخدع دي وبتستخدمها على طول يعني محدش فينا يقدر ينسى لما AMD نزلت كروت RX500 وكانت هي هي كروت RX400 أو حتى لما تم الإعلان عن معالجات Ryzen 5 5000 من فاقة اليو اللي هي هي برضو نفس معالجات Ryzen 4000 يو بس بيني وبينك حتى المثالين دول كان فيهم تغييرات أي نعم بسيطة أوي بس على الأقل كان فيه تغييرات لكن بصراحة اللي AMD عملته المرة دي تفوق أنا مش قادر أستوعبه حرفيا يا جماعة الـ X570S هي هي الـ X570 كل اللي تغير إن مع الـ X570S ما بقاش لازم يكون فيه مروحة تبريد على الـ Chipset أو الشريحة لا بجد ده على الأساس يعني إن معظم المراوح اللي على شريحة الـ X570 ما كانش فيها نظام Zero Fan وما كانتش بتلفة أصلا معظم الوقت وعشان ما كونش بفتري على الشركة أنا هعمل تحدي مع كل اللي بيتفرجوا على الفيديو عايز كل الناس تفتح الـ Diagram بتاع الـ X570 والـ X570S واللي يعرف يطلع فرق غير اللي قلته يكتبهولي على طول في التعليقات أنا بصراحة ما كنت شايف أي شيء في الشريحة يدعوني إن أعمل فيديو أصلا أكيد يعني مش هعمل فيديو عشان أقول الكلمتين اللي فاتوا دول وقفل على طول لكن بصراحة اللي خلاني أعمل فيديو هو النص التاني من الإنترو وهي بورد الجيجا بايت الجديدة الأيرو جي أنا قصة نفس أجرب من زمان مظر بورد موجهة للكرياتورز وأبتدي أشوف فيها إيه مميز فقلت أخذ التجربة دي معاكم بعيدا عن الهزار والسف على ايم دي بس أنا لو واحد كرياتور وعايز أجيب بورد تكون عملية وتسد معايا في أي حاجة مش هلاقي خيار أفضل من الـ X570 في الوقت الحالي أنا أصلا كل ما فتكر إن دي شريحة تم الإعلان عنها من سنتين بعرف ليه الواحد كان منباهر بيها قوي ساعتها المهم خلينا نروح بقى للـ X570 Aero G الـ بورد هنا بتيجي بتصميم مختلف جدا وده الشيء اللي انت بتبقى منتظره لما تروح تشتري ماثر بورد من فئة غير منتشرة اللون اللبيض والتصميم يخلييني حاسس زي مكون اللوحة واخدى الطابق الياباني شوية أو كأنها طلعة من فيلم ليجو وده شيء عاجبني فيها جدا يمكن الشيء الوحيد لقناس إن يكون فيها إضاءة RGB خفيفة تخدم على التصميم لكن للأسف هنا مفيش أي نوع من إضاءة الـ RGB طبعا كمميزات هتلاقي كل حاجة ممكن تتخيلها موجودة في اللوحة هنا من أماكن تركيب المراوح اللي بالمناسبة هم هنا تمانية وخمس أماكن لتركيب الـ RGB منهم اثنين أدريسابل وغيرهم من المميزات اللي بتتميز بيها لو حق جيجا بايت في الفئات العالية زي وجود مستشعالين حرارة تقدر تستخدمهم عشان تشوف حرارة أي مكان تحبه وطبعا دايرة الـ VRM المميزة وتبردها الممتاز وغيرها من المميزات اللي لازم تلاقيها في معظم اللوحات العالية فمش هقعد أناقشك فيها كتير وخلينا أدخلك في المميزات اللي بتقدمها البوردة دي وعجباني فعلا وأول ميزة هكلمك عنها هي الـ Vision Link واللي من وجهة نظري أكتر ميزة تخلينا روح أشتري البوردة دي دونا عن غيرها فخليني بقى أوضح لك هي بتعمل إيه بالظبط الميزة دي عبارة عن مكان USB Type-C عادي جدا ولكن بمهام متعددة رهيبة من وجهة نظري وفعلا بتخليك حاسس إن البوردة دي مختلفة عن غيرها أول ميزة هنا هي دعم الشحن السريع بقدرة 60 واط أيوة زي ما أنت سامع كده يعني من الآخر أنت ممكن تستخدم الكمبيوتر في أنك تشحن الموبايل بتاعك بسرعة رهيبة ومش محتاج تشتري شاحن بسعر غالي عشان يقدم لك الوطن الرهيب ده مش بس كده أنت كمان ممكن تستخدمه كمخرج للصورة وتوصل عليه أي شاشة احترافية بتعتمد على Type-C زي شاشات قبل على سبيل المثال وهنا أكيد مخك هيوقف وهتقول لي إزاي مصطفى ده هيحصل والمخرج ده في الماثر بورد هل معنى كده أنه بيشتغل مع كارت الشاشة الداخلي وبس؟ الإجابة لا مش كده هيرا أنت عندك على البوردة مكان DisplayPort وده بيشتغل كإمبوت وأوبوت في نفس الوقت فكل اللي هتعمله أنك هتمد كابل DisplayPort من كارت الشاشة بتاعك لمدخل DisplayPort الموجود في البوردة وبعدها توصل شاشتك بمدخل Type-C الخاص بالVision Link وبكده أنت هتبقى بتعرض الصورة من كارت الشاشة الخارجي عادي جدا ولكن مش بشكل مباشر وطبعا بيشتغل معك برضه في أي استخدامات تانية عادية زي نقل البيانات أو توصيل سماعات وهكذا وتحته عندك USB Type-C تاني من نوع USB 3.2 2x2 وده USB Type-C عادي جدا ولكن بيديم سرعة نقل لغاية 20 جيجا بيت في الثانية بالإضافة بقى المداخل USB 3.2 العادية بسرعة نقل لغاية 10 جيجا بيت في الثانية ومدخل الإنترنت اللي هنا للأسف 2.5 جيجا بيت فقط وبقول هنا للأسف لأني كنت أحب يكون 10 جيجا بيت عشان احنا هنا بنتكلم على بوردة موجهة للكرياتورز بشكل أساسي يعني احتمالية ان الشخص ده يكون موصل سيرفر على الكمبيوتر كبيرة جدا ولما يكون عندي المدخل اللي في البوردة بيدعم 10 جيجا بيت ده هيساعدني جدا وهيوفر علي أن أشتري كارت LAN خارجي بس بعيدا عن العب ده كل حاجة تانية ممتازة كارت صوت Real Tech ALC 1220VB ومدعوم بكل أنواع مخارج الصوت اللي هتحتاجها بس بعيدا بقى عن المميزات في شوية عيوب كده مش متقبلها صراحة مقارنة بسعر البردة اللي بيكون ما بين 350 ل 370 دولار وهم كالتالي إزاي بوردة بالسعر ده مفهاش أي نوع من أنواع التدعيم على مداخل الرمات مش بس كده ده كمان انت معندكش هنا شاشة لعرض كود الخطأ واللي هو شيء مدايقني جدا يعني انت بتعمل لوحة أم موجهة للمبدعين وصناع المحتوى وفي الآخر ما تحط الشاشة لعرض كود الخطأ مفيش كمان زرار على اللوحة أو في ظهرها لتشغيل الجهاز أو زرار لعمل الكيلير سيموس ودي حاجات بقينا نشوفها في بوردات كتير فليه مش موجودة هنا أنا بصراحة ما عنديش تبرير يعني فعلا فكرة الفيجان لينك عجبتني جدا والتحسين في البايز بتاع البردة عجبني برضو ولكن شوية العيوب دول دايقوني قوي في تجربتي مع البردة فتمنى ان جيجا بايت تهتم بالنقط اللي ذكرتها في اللوحات اللي هتجي بعد كده تحت مسمى إيرو عايز بقى أعرف رأيكم انتم عن اللوحة في الكومنتات ورأيكم عن الحركة اللي عملتها AMD بإطلاقها لشريحة X570S طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك واشترك في القناة لو لسه جديد وتقدر تتابعنا على السوشيال ميديا من الليكات في الديسكريبشن أشوفكم بإذن الله حلقة جديدة سلام اشتركوا في القناة